ورجعنا تاني للخرافات والحسد والعفريت والحاجات ونكمل حوارنا عايز أقول لكم أن أنا من الناس برضو أنا مش مؤمن بالحاجات دي قوي إنما إيه غصب عني بخاف برضو يعني مثلا إيه مها عندها النهاردة تصوير وحروح أزورها في الستوديو بتاعش أنا أقول لها مبروك وأقول للزماني مبروك بخاف أروح لأن أخاف أنه يحصل حاجة تقول لك بص لما جاء يعني مشكلة أنه بيحصل يعني يعني وتبقى الآن طب هروح أعمل الواجب وخلاص فأول ما تروح كاربا تقطع مثلا يحصل لها حاجة يا رمبي يعني اللي جابني أنا كنت عادي في البيت ما ليه عليا هو بص هي تفكير أنا بشوفها دائما أعرف اللي يخاف من العفريت يطلع له أفضل أفكر كتير هيحصل هيحصل فهروح هيحصل ودي مرتبطة بالطاقة بالضبط أنا مكتبس عايز أقول لك موضوع الطاقة والعلاق بالطاقة داس بقى فيه علاج بالطاقة وتقدر تقول لك إيه ما شكلك ولو في حتى حاجة عضوية تقدر تعالجوا لك أنا خدت كورسات في الموضوع دا عايز أقول لك أنت بس تدقي في الكلام دا طبعا 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 بس تدقي والطاقة الروحية والحاجات ذات أيوة اللي هي الأورا لا مش دي مش دي لا أورا بزبط اللي هي محيطة بيكي الهالة الهالة بالزبط حيك بقى بتصدقي شكلك في الكلام دا آآ طبعا عندك أي حاجة حصلت في الموضوع دا قبل كده؟ آآ لا بس أنا بحس أنا بحس عندي حاجة كده بتحسي بالناس اللي قدامك يعني فيه ناس أشوفها أول مرة زي حيطة تبني ويجوس روي يعني ما شوفش خالص ما وفيه ناس من أول لحظة بيحصل كونتاكت ويفضل وبقى صح يعني فيه شخصية معينة يعني مساحبة مثلا حدو حاجة كده تيجي تقولي ما هي رأيك لها جميل اجري ويطلع كلامي صح يمكن تلات مرات في الأخير ما بيشي تقولي حاجة يعني تلا داخلها مثلا في علاقة أو في معرفة ويبتولي أنا لأ طب مش عارف دي برضو خطر لا ما يمكن يكون كويسين مع بعض لا لا خالص ما هي ما بيسمعوش الكلام آآ لكن بيبقى كلامي أنا بيثبت أنه صح يعني رفضك مبني على إحساسي إحساسك يعني بتعرفيش عن الشخص ده حاجة إنما مش مريح الطاقة بقى هي دي الطاقة اللي بتحس بيها كده طب ممكن يكون معك انتي بس مش معاه ايه لا ما هو بيطلع صح يعني فيه ناس تقوليك ايه ده موتيلي على قلبي يقولك ليه ده لذيذي قوي مش كده سبحان الله فعلا يعني فيه حد تقعد معي تحس بحرارة يعني مجرد ما انت قال انت القعدة انت تعبان يعني مش مبسوط فيه حاجة مع السلام يعني هم بعمش حاجة بس سبحان الله يمكن تنافر بقى تنافر بقى هي حاجة بقى بس هو ممكن معي أنا فيه تنافر لكن مع حد الدنيا تمام جدا زي ما فيه اماكن تروحها تحس انت مقبود مش مرتاح واناقات فيه حاجة مش عالبة يعني فيه لوكيشن تدخلوا يا جماعة فيه ايه فيه مخار وعملوا اي حاجة نعم 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 نعم